بينهم سوريون السودان يقرر صحب الجنسية من المجنسين عام 2014 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم موجز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة أبل بداية هذا الخبر أخواتي الكرام بدعوكم بالاشتراك والقناة وتفعيل زر الجرس لنوافقكم بما هو جديد أصدر رئيس مجلس السيادي الانتقالي في السودان قرار صحب الجنسية السودانية التي تم منحها في العام 2014 وألغاء القانون المتعلق بها وأصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار الذي ينص على صحب الجنسية السودانية وألغاء توجيهات صدرت في العام 2014 بمنح الجنسية السودانية بالتجنس جاء ذلك بعد صحب تغريدة نشرتها وزارة الداخلية السودانية على حسابها الرسمي في تويتر يوم الأربعاء وأعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها اليوم الأربعاء فرض تأشير الدخول فيزة على السوريين الراغبين بدخول إلى أراضيها وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرر إلغاء القرار الجمهوري الصادر في عام 2001 والذي كان يقضي بإعفاء السوريين من تأشيرات الدخول وفي تشرين الأول الماضي قال مصدر في مكتب دعم العائلات السورية في السودان لموقع تلفزيون سوريا أن السوريين الحاصلين على الجنسية يقدر عددهم ب13 ألف شخص بينما يبلغ عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية بنحو 18 ألف وبقى موقف السودان ثابتا اتجاه الثورة السورية حتى أن الرئيس المخلوق عمر البشير صرح منتصف العام 2016 لوسائل أعلام سعودية أن بشار الأسد لن يرحل وأن ما سيقتل إلا أنه في كانون الأول من العام 2018 زار البشير دمشق بشكل مفاجئ وألتقى مع الأسد لمناقشة العلاقات الثنائية حسب وسائل الإعلام في حين تحدثت تقارير إعلامية أخرى أن البشير حمر رسائل عربية إلى الأسد كل الحب والاحترام لألكم أخواتي الكرام فضلا وليس أمرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة